بتمنى ان الامور تكون اتضحت ومعلش للابس اللي حصل وهنكمل معاكوا باقي فقرات حلقتنا النهاردة وطبعا يعني معلش ابتدينا بشوية الحاجات الصعبة دي وربنا طبعا يدي نياح لكل الاسر اللي يعني توفى او تنيح يدي عزاء ونياح لكل اللي توفوا الفترة اللي فاتت هنقول بقى حاجة مهمة جدا جدا يعني انا موضوع السور اللي بتنزل منها الزيت والكلام اللي زي كده وتلاقي فيه منازل يقولك الفلانة دي مش عارف ايه وفلان ده ايه ويلا يا جماعة والحقه والصورة هنا في البيت ده بتنزل زيت والناس تجري فكان فيه صورة بتنزل زيت تقال لك يعني تقال ان فيه صورة بتنزل زيت في منزل شخص تقريبا كان توفق او حاجة زي كده المهم يعني وحد بعتلي وتوم يا جماعة واحنا احنا عندنا صورة العدرة اللي بتنزل زيت في الكنيسة في بورس عيد والكنيسة مطلعة بقية ناسمي رضيت بأمانة نفس هذا الرد للشخص واحتمال يكون الشخص ده اسمعني دلوقتي لما سألني انتوا ليه مش منزلين حاجة وتنوا معلش احنا ما بننزلش الحاجات اللي زي كده غير لما بنتأكد بالكنيسة لان احنا فيه كنيسة لما بيكون فيه صور او حاجة بيتقال انها فيه حاجة معجزية او فيه حاجة يعني خارقة او موضوع زيت او اي موضوع تانية المفترض ان الكنيسة بتشكل لجنة واللجنة ديها اللي بتحدد فالحقيقة لما انتشر موضوع الصورة في احد المنازل في الجيزة فالمطرانية عملت لجنة وراحت عشان تتأكد الحياة من الموضوعات ونزلت بيان عشان يكون بقى ايه خلاص يعني الناس كلها تبتدي بقى تاخد هذا البيان هو ده البيان الرسمي من المطرانية مترانية الجيزة بخصوص الصورة اللي بينزل منها زيت فبيقولوا ذلك عن ما تردد في صورة شاب في المنيب بعد ما انتقل من العالم ان الصورة بتنزل زيت وتقطرت الناس وتلهفت لدوال البركة والامر غير ذلك ارسلنا الاباء الكهنة بعد الاشاعات اللي اشعوها للمنزل الموجود بالصورة واحضرنا الصورة الى المطرانية وقمنا امام الجميع بتنظفها جيدا ووضعناها في مقر المطرانية وللأسف الشديد لا يوجد زيت ولا خلافه ما فيش بقى يا جماعة الكلام ده وحضر الاباء وبعض الناس وشاهدوا انه لا يوجد زيت في الصورة وكان نزول الزيت بفعل بشري هذا العمل من اعمال ضلالات عدو الخير او المنتفعين او من له مصالح خاصة فمن فضلكم يا جماعة خلوا بالكم الموضوع ده ازن البيان واضح جدا جدا وما فيهوش اي لابس فاتمنى انه حضراتكم يعني بلاش تنصاك ورا الحاجات دي طيب في حاجة بقى انه الصورة دي مثلا كده لو حضراتكم شايفينها فيه ناس قالت لك ايه لا دي مش من مطرانية دي ما فيهاش امضى دي ما فيهاش الختم فراحوا المطرانية منزلين عشان برضو تعرفوا ايه الدنيا اللي بتحصل المطرانية نزلوا الصورة اللي فيها التاريخ اهو خمسة ناشر وهاتور والختم والتوقيع وكل حاجة عشان برضو ما فيهاش فايدة بتلاقي ان الناس ايه بتوعد تحاول تشكيك في الامور ارجوكو لا ننصاك ورا اي شيء من هذه الاشياء لانه احنا مش محتاجين حاجات كتير جدا جدا بتبين قد ايه احنا كفاية الميلاد المعجزي نفسه ليسوع المسيح من العدرة ومريم مش محتاجين حاجات يا جماعة يمين وشمال ولما بتكون برضو فيه ظهورات ظهور العدرة في الزتون وظهور العدرة في الوراء كان موسطق وتكتب بيانات والعالم كله تكلم عنه والصورة اللي بتنزل زيت في الكنيسة برضو في بورسة عيد دي حاجات موسطقة وحنا محتاجين حاجة تانية يعني عندنا القديرة وعندنا حاجات كتير جدا فيها بركة كبيرة قوي فمن فضلكو لانه كل شوية بيحصل نوع من انواع يعني عدو الخير فعلا عدو والشيطان والبيعمل كده فارجوكو خلينا يكون عندنا حكمة في مثل يعني في ان احنا نعمل شير حتى ولو على الفيسبوك في الحاجات دي او انه اي حاجة من الكلام ده كله فخلينا يكون عندنا حكمة كده ويراب يدينا دايما الحكمة وزي ان بيقول احنا عندنا حاجات حلوة كتير مش محتاجين حاجة تانية يعني عشان تأكد لنا او علشان ناخد منها بركة احتفالات ضخمة بعيد ابو سيفين شارك الاف المسيحيين امس الخميس باحتفالات ضخمة في عيد الشهيد البطل ابو سيفين وذلك في عدد ملء الديرة والكنائس اللي بتحمل اسمه في مصر والخارج وفي دير ابو سيفين الاثري بمصر القديمة توافد المئات لحضور الكدس الالهي واخذ بركة الدير واحتفلت ايضا ابرشية تموة بعيد استشهاد شفاعها الشهيد فلوباتير ماركوريوس ابو سيفين بدايره الاثريه بتموة وقام الاسكوف الابرشية الانبا سموئيل بصلاة عشية العيد بتطيب رفاة الشهيد بحضور مجمع كهنة الابرشية او مجمع كهنة الابرشية وجميع جموع غفيرة من المصليين وكان برضو الانبا سمويل كان صلى قداس العيد صباح اليوم بالدير ذاته ودير ابو سيفين بتموة كان انشئ في القرن الخامس الميلادي وحيث نمت الرهبانة على يد الكديس بابنه ده وفيه كنيسة لابو سيفين برضو بشبرة وترقص الانبا انجيل الصلاة العيد هناك فكل سنة وكل الكنيسهم باسم ابو سيفين وكل سنة وكل الاقباط الارثوزوكس بكل خير فيه بقى شوية حاجات برضو بتصدر كده فيه ناس طلعوا انه يا جماعة فيه كنيس هتحتفل بعيد الميلادي يوم 25 ديسمبر كنيس ابطية فطبعا يعني تم تداول الموضوع ده وما فيه بقى جدل فادعى الامر انه كنيسة تنفي الحقيقة نفت الكنيسة ما جرى تداوله عن ان فيه اي كنيسة في خارج مصر هتحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر واكدت المصادر ان كنيسة المهجر كلها ما زالت تسير وفقا لتقويم الكنيسة الابطية الارثوزوكسية والاحتفال بيكون يوم 7 يناير من كل عام خاصة ان هناك مساعي البعض لتوحيد الاعياد لكنها لم تصل الى جديد حتى انعقاد جلسات المجمع المقدس بالكنيسة برئاسة البابا توادر استثقافة الكنيسة بردو لسه موصلوش لحاجة او داحت المصادر الكنيسية ان الانباء دي كلها غير صحيحة وان اللي تم الترويج لها والحقيقة بردو لما زي ما بقول لحضراتكم كده كان فيه بردو بحث مقدم من القص يحنى نصيف لدراسة امكانية توحيد الاعياد بين الكنيسة الابطية الارثوزوكسية والكاسوليكية ولكن حتى الوقت الراهن لا يوجد اي خطوات فعالية تخص موضوع توحيد الاعياد ويعني نتمنى من كل قلوبنا وكل مرة بتيجي سيرة الامور دي وبييجي برضو الاعياد المختلفة بين امور ربنا يا ربي يتدخل وقادر ان هو يعني يوجد حل لموضوع ان احنا كلنا نعيد في مواعيد واحدة بالنسبة لعيد الميلاد وعيد القيامة وقبل كده حتى كانت قالن وجماعة الاحتفالات لكن مش صلوات الكنيسة يعني اتقال ممكن ان كلنا بنحتفل على فكرة كل العيشين برا مصر بيكون فيه لان الاحتفالات البلد كلها والناس تصحبنا اللي حوالينا وكله بيحتفل يوم 25 فاتقال انه طب ده حلو احتفلوا من يوم 25 ليوم 7 يناير وتبقى احتفالات ممتدة بالنسبة للميلاد بنهني شعب اخميم بان عندهم كنيسة جديدة ودشا نيافة الانبا بسادة مطران اخميم وسا قلتا كنيسة ال24 قصيس وده في تذكار عيدهم اللي احتفلت بي الكنيسة الابطية كنيسة جديدة كائنة بالدور الرابع بكنيسة السيدة العزراء باخميم تم تدشين مسبحة على اسم ال24 اسيس والقديس القوي الانبا موسى الاسود والقديس اسوزورس وشارك في صلاة التدشين والقداس عدد من الكهنة المرة دي بقى علشان ما يبقاش فيه تكاهنات وحاجات من الكلام بتاعت السعودية والزيارة الانبا مرقص تم اعلانها بشكل رسمي بدأ نيافة الانبا مرقص متران شبرا الخيمة زيارته الرعوية الى المملكة العربية السعودية واستهل نيافة الانبا مرقص زيارته بتفقده السفارة المصرية في المملكة وكان في استقبال نيافته السفير هشام فتحي الكنسل عام الاستفارة المصرية بجدة وعداء السفارة الأنبى مرقص والأسكف المصري الوحيد اللي زار السعودية رسميا أكتر من مرة إحداهم عضوا في الوفد الشعبي لعودة العلاقات بعد صورة 25 يناير وأخرى لتفقد أحوال الأقباط هناك مناء على طلب منه للسلطات السعودية اللي وفقه الحقيقة ووكلت إليه مهمة ترتيب اللقاء بين البابا والعهل السعودي كمان أثناء زيارته لمصر عام 2016 فيعني الحقيقة في حاجات برضو نشاطات جميلة والحمد لله أنه بيكون فيه برضو تواصل مع الشعب المسيحي الكنيسة الأبطار السكسية والشعب المسيحي عموما اللي موجود في السعودية في بقى حاجة جميلة زريفة كده بصراحة نجم مينة مسعود يعني سطع نجمه جدا الفنان المصري الكندي وشفنا طبعا فيلم ألادن وكان نزل مصرف مهرجان بدعوة لمهرجان الجونة وكان عمل لقاء حلوة قوي مع مونة شزلي ولقاءات متعددة كان من أحداثهم لقاء مع جيمي كامل والحقيقة أنه هو كان يعني اللقاء كان بيقول أنه هو متواضع جدا وده اللي عجبنا كلنا فيه والأطفال كمان والشباب بيحبوا قوي قوي وشفنا قديه كان في مصر يعني محبوب جدا فالحقيقة أنه هو كان من خلال اللقاء ده كان بيقول أنه ده حلم حلم بالنسبة له أنه هو يطلع مع جيمي كامل البرنامج كان يعني فهو قال كده قال مينة أن الحلم بقى حقيقة وأنا قديني بجلس وأتحدث مع الأسطوري جيمي كامل ويعني كان برضو تحدث عن انتمائه لأسرة مصرية وأنه عيش في العاصمة الكندية تورونتو وتطرق الحديث برضو عن كفاحه من أجل العصور العمل احنا برضو سمعنا كل الحاجات دي وأنه هو برضو بيتطلع إلى مشروعه الجديد خلينا نسمع جزء بسيط من اللقاء مينة مع جيمي كامل اللي كان بنسبة له حلم and it still hurt and pets was another big one pets pets was a big one me and my sisters would ask my dad for this you know it would be like we want a dog he'd be like you want a dog I go to Egypt I get to 15 dogs because there's stray dogs everywhere and we'd be like no no we want a dog it will instill responsibility and all these great riches and we finally decided that he would get us a bird and so we go to the store and we decide on this bird turns out it's a love bird and the store clerk is like listen Mr. Massoud you really recommend you getting two because these birds require a lot of attention and love and he's like we will start with one and then think about number two so we get the bird and a week later we come home from school the bird is gone and so what I learned from American television and films is that usually when that happens the parents show love and gentleness and my dad was like see you could not even take care of the bird how would you take care of a dog and we're like where is it where's the bird he's like I threw it in the garbage and I'm like and he's like فقال لكنه لما رجع بس لقى بيسأل عليه رجع من مدرسة يعني ما يتعادي رومنا في سلة المهملات فيعني دايما لما بيحكي أو في أي لقاءات بيحكي عن أسرته عن إزاي أنه هو نشأ في أسرة جميلة مصرية أصيلة أكلب كله مصري حاجات حلوة كده وبرضه كان من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها مع جيمي كامل عن موضوع المشروع الجديد وأنه هو بيشارك في سلسلة هولو الأصلية اللي هي ريبريزل وبيقول أنه هو متحمس العمل على شيء مختلف وأنه يعني الحقيقة برضه بيقول أنه إنها دراما السلسلة بتاعت الانتقام دي ولكن في بعض الكوميديا المزلمة ربنا ومفقه هو يعني أكتر ما يميزون هو متواضع وجميل ومقبول وده مخفيف في الحياة أول ما كده تسمعه بيدخل قلبك على طول ربنا يا رب يوفقه يحمي كل أسرته